أهدا معكم بأهم أخبار النادي الأهلي بعد عودة طبعا الفريق لتدريبات مرة تانية تحت خيادة مارسل كولر بداية من يوم الخميس اللي فات النهاردة كان فيه تمرينة قبل تمرينة كان فيه محاضرة من مصر مارسل كولر وبعد كده بدأ التمرين اللي يمكن بيركز فيه مصر كولر على الجانب البدني أكتر منه الجانب الفني طبعا لأنه فيه عدد كبير جدا من اللاعبين غايبين سواء بدأي مشاركتهم مع منتخباتهم في أمم إفريقيا الدوليين كلهم مع منتخب مصر اللي أضيف لهم طبعا عمر كمال عبدالواحد أصبح دلوقتي لعب النادي الأهلي نتمنى له طبعا كل التوفيق في مشواره وعمر الحقيقة واحد من المواهب المصرية اللي تقلقت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتقدر تقول عليه جوكر وإضافة للتلات خطوط خط الدفاع خط النص خط الهجوم عمر كمال أعتقد يكون واحد من الأضافات القوية جدا بالإضافة طبعا للمهاجم الجديد وسام أبو علي المهاجم الفلسطين اللي انضم للنادي الأهلي واللي بيشارك في تمرينة النهاردة زي ما حضراتكم شايفين النهاردة كده فيه على بنسبة للإصابات عندنا طبعا على قائمة إصابات الأهلي أو مش هقول إصابات لأنه هم تعافوا بشكل كبير لكن في المرحلة الأخيرة من البرامج أو البرنامج التأهيل المحطوط لكل واحد فيهم بنتكلم على أحمد عبدالقادر بنتكلم على رضا سليم بنتكلم على محمود متولي بنتكلم على أحمد نبيل كوك دول تحديدا في اللمسات الأخيرة يعني ممكن تقول أنه أسبوع تقريبا ويكونوا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية ويمكن في نهاية الأسبوع ده فيه احتمال أو فيه تفكير من قبل كولر أنه يكون فيه معسكر إعداد خارجي للجزء الثاني بقى من الموسم واللي يبدأ إن شاء الله نصف فبراير أو هكذا نتمنى يعني يعني لو مسيرة منتخب مصر استمرت لغاية 11 فبراير وكان المنتخب بيلعب فيه المباراة النهائية هيكون أول لقاءات الأهلي هي لقاء بطولة دوري الأبطال أو الجزء الثاني من دور المجموعات دوري الأبطال في مواجهة شباب لزداد اللي إن شاء الله بإذن الله الأهلي ياخدها بعد عودة الدوليين نتمنى لهم طبعا السلامة من المشاركة مع منتخباتهم بفول سكواد وسام واحد أيضا من الإضافات القوية مهاجم لي ستايل يمكن مختلف عن معظم مهاجم النادي الأهلي عنده قدرة الحقيقة على اللعب بكلتا القدمين لعيب عنده كرة حلوة زكي في التحركات بشكل كبير يجيد اللعب طويل فده بيمكنه كمان من إجادة ألعاب الهو نتمنى إن شاء الله ندخل أو يندمج سريعا ونستغل فترة التوقف دي عشان جاذفان يشتغل على النواحي البدنية عنده ويبقى فيه نسجام وتفاهم بينه بين لعاب النادي الأهلي فيه ما هو قادم من منافسات طيب التفكير في المعسكر الخارجي بنسبة كبيرة جدا الأهلي هيلجأ لفكرة معسكر خارجي إعدادا بقى لمنافسات بقية الموسم في خلال الأيام القادمة طيب النهاردة إيه قصة والحكاية والرواية وإيه هو شعار روي فيتوريا الأول طبعا تأمين الثلاث نقاط ده المبدأ الأساسي بالنسبة لفيتوريا مهم جدا وخصوصا طبعا المباراة اللي جاية أفكركم بجدوى المطشاط مصر هنلعب يوم الخميس اللي جاي 18 الساعة 10 مساء بتوقيتنا في القاهرة في مواجهة المنافس الرئيسي لنا في المجموعة وتفرق قوي معنا مواجهة غانا مواجهة غانا يوم الخميس اللي جاي الساعة 10 ليه تفرق مواجهة غانا؟ لأنها مواجهة بإذن الله تقديري هتكون على صدارة المجموعة وصدارة المجموعة تفرق معنا فيما تبقى من المشوار يعني لو تصدرنا أو خلصنا مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة تفرق معنا بشكل كبير جدا لأنه غالبا غالبا منتخب مصر مواجهة مش بس للصدارة لكن مواجهة كمان بإذن الله يكون علامة كاملة وده يخلينا نقابل في اللي جاي واحد من أفضل أربع توادي هشرح لكم أو هفكركم للنسي أو للنما يعرفش بنظام البطولة وهنتكلم على مواجهة مصر ومزنبيق النهاردة في بداية المشوار إن شاء الله لكن بعد الفصل هنتقدر تقول طبعا بما أنه الأهلي في صدارة المشهد بـ 11 لاعب يشاركوا فيه أكتر من منتخب في البطولة أنه الدوري المصري وأكتر دوري بيمتلك عدد من اللاعبين مشاركة في العرس الأفريقي المونديال أفريقيا الحقيقة مش قادر أحكم في البداية خلينا أقول لكم بمنتخب صراحة أنا تبعت مباراة لفتتاح مبارح غينيا بيساو مع البلد المضيف للبطولة كود ديفوار وتبعت النهاردة نيجيريا في مواجهة غينيا الاستوائية لما تكلم على منتخبين بحجم نيجيريا وبحجم الكود ديفوار لازم تحطهم دبن الفرق المرشحة للمنافسة على البطولة مش بس عشان كود ديفوار بتصطديف البطولة لكن كمان كود ديفوار دايما واحدة من الدول اللي عندها الحقيقة منتخبات على أعلى مستوى لكن أنا مش عارف مش قادر يمكن حكمي ما يبقاش موضوع شوية تعرفين لما تبقى صايم ونفسك تاكل أكل حلوة فتجي لك أكلة دسمة تمزجك ده كان الحال بالضبط في مطش المان سيتي ونيو كاسر مطش تسعين ديئة ضرب نار كل فنون كرة القدم وكل أنواع المهارات والإقاع والسرعة اتواجدت في التسعين ديئة دول من أول ثانية الآخر الثانية أنت أمام متعة حقيقية لكرة القدم بعدها على طول حولت على كود ديفوار وغينيا بساوة لقيت إنه جاب كبيرة يمكن تكون مشكلة البدايات هي اللي في التحيات دايما بتبقى صعبة وخارج نطاق التوقعات ده كان حكمي لكن حكم نادر شبانة ضيفي النهاردة في سادسة إيه ده اللي أنا هعرفه منه دلوقتي بعد ما راح بيه وأقول له أهلا وسهلا بيك نادر حبيب أبو حميد أهلا وسهلا بيك إن شاء الله تكون حلقة خفيفة ودايما يعني بسعب بالتواجد معك إن شاء الله قبل ما أدخل في مصر ومزنبيق ورؤيتك لمواجهة النهاردة سيناريوهاتها عايز أسمع رأيك لانطلاقة البطولة وإزاي شفت أنا عارف أنك تبعت مبارات لفتتاح مبارح وعارف أنك من المتحمسين كمان لمنتخب كود ديفوار شايف فيه أنه عنده قدرة يعني للحضور والمنافسة ودي دايما حقيقة يعني تعودنا ساحل العاج يمكن مش من المنتخبات لحقائة لقب كتير لكن دايما حضرة بنجومة عايز أشوف رأيك في انطلاقة البطولة والمستوى اللي تقدم سواء في مطش مبارح أو مطش النهاردة نيجيريا وغينيا الاستوائية بصوا الفكرة كلها أن دايما بيكون المبارات الافتاحية زي ما أنت تفضلت يا أحمد دايما بتكون مش يعني لسه السبات مش هو المباراة مش بتديلك أو البطولة مش بتديلك كل حاجة في أول 3-4 مطشات دايما المبارات الافتاحية لو نفتكر حتى بطولة 2019 اتخب مصر أول مباراة كسب زمبابوي 1-0 بالعافية السنة اللي قبلها 2017 منتخب مصر لعب قدام فرقة مالي وتعادل 0-0 السنة اللي فاتت خسر من نيجيريا وفي سنتين من الثلاثة دول كان بيلعب فاينال فدايما مطشات الافتتاح ما بيكونش تقدرش تحكم عليها بشكل إيجابي على الفرقة ولكن أنا زي ما أنت قلت أنا فعلا براهن على منتخب كوديفور مش نوع حق اللقب ولكن يذهب بعيدا في البطولة لما يمتلكه من عدد كبير من الأسماء اللي بتلعب فايندية كبيرة في أوروبا وحتى لو مش فايندية كبيرة اللعبة دي مؤثرة فاينديةها يعني لو جانا بصينا طبعا اللعيب اللي سجل هدف التالي مبارح كراسو دي كان واحد من اللعيبة أنا عاجبني جدا جدا يعني بتابع المطشات وبحب أختار من كل منتخب أو من كل فريق لعب لفت نظري عشان أقول للناس ناس بتحب الكرة يعني أو لازفرج على لعيبة تمتحهم أنا عاجبني جدا جدا ألف سميدو من غينيا بساو لعب كرة مايستر وخط نص ورشاقة وحرفانة ورؤية للملعب وقدر على أنه يقود يعني ديم ليدر يعني وعجبني كراسو طبعا مهاجم كوديفور مهاجم ما أعتقدش أنك ممكن تقارنوا بمهاجمين كوديفور الكبير لكنه مهاجم مميز جدا كراسو كان يناير اللي فات سنة اللي فات مارسل كولر كان طلبه وكان اللعب نفسه هو اللي رفض أنه يرحل عن أوروبا والمفاوضات توقفت من البداية لأن اللعب نفسه كانت رغبته استكمال في أوروبا كان بلعب في سنتي تيان وكانت أرقامه جيدة جدا مع سنتي تيان السنة دي فريق ريد ستار قدر أنه يتعقد معه في الصيف اللي فات وحاليا هو هده فريق ريد ستار في الدور السوربي وكان جاب هدفين في الشامبيمز ليج في مجموعة كانت بتضم منشستر سيتي ولايبزيج من أهم الفرق الموجودة هم اللي تأهلوا من دور المجموعات بجانب كمان لعيب زي جيرمي بوجا جيرمي بوجا أنا كنت متابعه من أيام ما كان في ساسولو في إيطاليا حاليا بيلعب فرين الفرنسي راح من ساسولو الأتالانتا أنا كمشجع يوفنتينو يعني فالراجل ده جاب هات 3 أهدف في يوفنتينو قبل كده منهم هدف يعني لوحي مش قادر يقول عليه مهين في مارما بوفون كان هدف هو استغل أن بوفون عنده 42 سنة فسجل فيه هدف كان خراف في ساعتها فأنا كنت برضو متابع اللعب ده لعيبة كتير من اللعيبة اللي حتى مشار كيتش زي ماكسا جرادل في الاحتياطي ده لعيب من اللعيبة القدامة في فريق كوديفور زي سيرجي أوريل باكرايت اللي كان لعب في باريس سان جرمان سبعي داوي أوريل طبعا خصة النسينوجو الفترة اللي خدها حسيت أنه مش ده سيلي مش هو أكيد لا 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 هو بلعف نوتينج هانفورست ومش أساسي كمان فنوتينج هانفورست طبعا لعيب كبير طبعا لعب في باريس سان جرمان وكان مع الجيل اللي خد البطولة في 2015 على غانا هو واحد من الأبطال السابقين في الجيل الحالي هو فرانك سي في منتخب كوديفور الحالي فبجانب منتخب كوديفور يعني حتى الآن طيل الحديث في كوديفور تحديدا يعني هيفرق معهم طبعا عامل الأرض والجمهور لو هنتكلم شوية عن حفل الافتتاح وبداية البطولة بشكل عامل هو حفل بسيط لطيف الأفريقيا بشكل عامل انت مهما كانت الدولة اللي بتصديه في البطولة هو الطبع الأفريقي يعني شخصية الماما أفريقا حضرة بقى كنت في جنوب أفريقيا كنت في الكاميرا كنت في السنغال كنت في كوديفور هي نفس الأجواء ونفس دي حقيقة بس طبعا يعني مع الفارق الكبير ما فيش حفل افتتاح كان بقوة وعظمة اللي كانت في 2019 ده كان حفل افتتاح بيع عديد من رسائل ده كان حفل افتاح كاس عالم دي حقيقة دي حقيقة والناس كتير اتكلمت عنه في وسائل اعلام أجنبية مش بس احنا اللي بنفتخر به هو حاجة من الحاجات اللي فعلا نفتخر بيها لكن بشكل عام هي البطولة بدأت في هدوء والمباراة مباراة خلصت زي ما كان الكل متوقع اللي ما كانش متوقع هو تعصر نيجيريا أمام غينية الاستوائية منتخب محترم جدا على فكرة منتخب عنده من اللعيبة اللي في أكتر من مركز وبيجمع ما بين عناصر الخبرة والشباب زي كونج المدافع مثلا وفيكتور أوسي من أفضل لعب في إفروكيا مهاجم الفريق هو لا ضايع المكسب بالمناسبة النهارة ضايع هدف ما يضيعش النهارة ألكس أيوبي في وسط الملعب فولهام أرسنال لعب إفيرتون لوكمان واحد من أهم هو ما عندهمش ولا لعب محلي هو بسيسنع حرس المرمى أعتقد قيمة حرس المرمى من الحراس المرمى هو الوحيد اللي بيلعب في الدور المحلي لكن بقيت العيبة كلها مختلفة كل اللي تلعب برا في أوروبا ولعيبة مؤثرة يعني واحد زي سامو الشيكويزي ما كانش لعب أساسي النهاردة هو بلعب في ميلا الإيطالي وطبعا الإصابات اللي حصلت لهم دوفرس المهاجم وعدد من اللعيبة الثلاث لعيبة اللي كانوا تصوئوا وعمر صادق واحد من أهم اللعيبة برضو اللي يفتقدهم منتخب نيجيريا في البطولة لو قدر أنه يرجع أكيد هيكون ليه إضافة كان الكل طبعا بيراهن على مبارات نيجيريا وغنية بسوء أن يعني لما هيفوز منتقى غينية الاستوائية أن الموضوع هيكون محسوم في الجوالات التانية في مين اللي هتأهل متصدر ولكن البطولة بدأت مصيرة بالتعادل ده يعني تعادل نيجيريا مع غينية الاستوائية عقل الحسابات هم الأربعة اللي لعبوا هم في نفس المجموعة نفس المجموعة غينية الاستوائية وغينية بساو معهم نيجيريا وكورد ديفور بالزبط فده يدي أمل لغينية بساو يدي أمل لغينية الاستوائية أن هما ممكن يصنعون من فجأة وتحديدا أن البطولة بعدما أصبحت 24 فريق فأصبح أن فيه مركز ثالث ممكن يتأهل بثلاث نقط بس ودي واحدة من الحسابات اللي هنركز عليها وأنا بستعرض نادر ومع حضراتكم طريقة البطولة لأن هي مش قصة التأهل التأهل في النظام الجديد في منتهى السهولة على المنتخبات الكبيرة فما فيش منتخب كبير هيواجه الصعوبة في التأهل لكن الصراع على إيه أو الحسابات والقصة مرسومة على إيه على الصدارة لأن الصدارة تساعدك بشكل كبير جدا على تفادي القوى العظمى في مراحل الأدوار الإقصائي وده مش هيتحدد إلا مع نهاية دور المجموعات ومعرفة رصيد أصحاب الصدارة في كل مجموعة اللي على أساسه هيتحدد مين منهم هيواجه الأربع توالد اللي هيتأهلوا أو هيتم اختيارهم ومين هيواجه تواني في ما بعد بقى من الأدوار الإقصائي دور الإقصائي حزبة الصدارة في مجموعة مصر حزبة سهلة حزبة متوسطة ولا يعني حزبة الرهان عليها ممكن يبقى صعب أو منتخب مصر هيواجه صعوبة شوية في أنه يحقق صدارة المجموعة أكيد لأن المنافس بتاعك غانا فدائما أبدا هو يعني غانا المنتخب الأكثر تتويجا ببطولة كاس أوم أفريقيا بعد مصر أي منتخب التاني الأكثر تتويجا بالبطولة منتخب مصر بعديه منتخب الكاميرون بعديهم غانا الكاميرون حققت 17 صح 17 خلت الكاميرون بيتساو مع غانا أعتقد أن تخطر غانا بالبطولة لا الكاميرون بقت خمسة وغانا عندها أربعة بالضبط هي كده وقفة عند الكاميرون وغانا يعني هي فضل لها علاقة بتخش جنب الكاميرون إحنا طبعا فرق معنا التلات بطولات اللي كانوا على التوالي قدرنا نتخطى المنتخبات اللي كانت متصدرة ولكن منتخب غانا بيمتلك حاليا عدد كبير من اللعيبة يعني أنا كنت شوفت ميم كده أو كوميك كان مكتوب كان كوميك بريطاني يعني مش مصري بيتكلموا أنه كل ما نيجي نفتح بطولة أوم أفريقيا نلاقي أندريا آيو فأندريا آيو واحد من أكتر لعيبة حاليا في البطولة دي يعادل رقم أحمد حسن لو سجل هو كده كده هيشارك في البطولة فهيعادل رقم أحمد حسن من حيث المشاركة من حيث المشاركة لو سجل هدف أنا مش فاكر كان هيعادل لعب أليكساندر سونج أليكساندر سونج لعب ريجوبير سونج اللي هو مدارب المنتخب الكاميرو الحالية رغم من ريجوبير سونج لعب مدافع وهو لعب مهاجم بس لكنه قائد من قائد اللي هو ريجوبير سونج فاكر قبيل هو زيدان وصونج زيدان وصونج هلعب بكرة مع جميع واحد من اللعيبة المؤثرة مع المنتخب جوردان آيو كمان عدد من اللعيبة محمد قدوس هيكون إضافة قوية جدا لمنتخب غانا اللي بيمتلك عدد من اللعيبة الشباب والخبرة برضو في نفس الوقت هتفرق معاهم كتير في الفترة اللي جاية بس في حاجة مهمة وهي كريس هوتون كريس هوتون المدير الفني للمنتخب الغاني مدرب عارف من أين تقل الكتف مدرب بيعرف يكسب المباراة بأقل عدد من الفرص معظم المهاجمين اللي بيلعبوا معاه دايما بيكون هم أبرز اللعيبة اللي في الفرقة بحدش بيعيب على ضيع الفرص أو على إهدار الفرص مع كريس هوتون طبعا المشاركة الأخيرة لمنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا كانت كارثية بعد الخروج من المجموعة كانت بتضم جزر القمر ومنتخب المغرب وخرج فيها منتخب غانا وتأهل جزر القمر والمغرب وطبعا فاكرين اللي حصل في مباراة جزر القمر والكاميرون لكن التأهل لكاس العالم السنة اللي فاتت يعني خلى شوية الناس تاخد نفسها في غانا وطبعا مشاركة أمم أفريقيا المشاركة مع غانا في بطولة في المجموعات ما حصلتش من 2017 ووقتها إحنا تأهلنا أول بسبع نقاط على المنتخب الغاني ولكن البطولة دي هي حسبة بسيطة جدا إن لو كسبت غانا خلاص أنت بيت أول ده يصدر يعني أنا عارف طبعا أنه في المطشات أو في البطولات المجمعة دي ما فيش جهاز فني هيفكر في المباراة احنا عندنا الخميس غانا خميس اللي جاي غانا يوم 18 الساعة 10 والاثنين اللي بعده الكاب فردي الساعة 10 برضه فما فيش مدرب هيبقى أو يعني لو أنا وما كاري ويهي فيتوريا أو أي مدرب ما فيش حد بيفكر في مطش الخميس ولا مطش الاثنين تفكيروا كله النهاردة لكن ده ما يمنعش أنه الجهاز الفني قبل البطولة نادر بيقعد يعمل المعادلة أنه يقول لك أنا يعني لما أجي أشوف مجموعتي كده أو من اللحظة اللي تمت فيها أعلان أنا بالنسبة لي مهم جدا أكسب مطش موزنبيق وحط التلاتة بونت التعكاف فردي معايا في الحصالة وتبقى قصة بيني وبين غانا في المباراة اللي هتواجهنا فيها هل ده يصعب شوية من حسابات رغم أنه موزنبيق على الورق منافس إلى حد ما أسهل وفيه ناس بتشوف أنه أسهل مطشاط المنتخب المصري في المجموعة فيه ناس بتشوف أنه كاب فردي وغانا أصعب من موزنبيق ده يصدر شوية ضغط على منتخب مصري النهاردة الضغط اللي يخليك أنك في المباراة موزنبيق هي أن الفرقات كبيرة جدا ما بيننا وموزنبيق ممكن متكونش كبيرة طبعا ما بيننا وما بين غانا الأمور متشابهة نوعا ما كاب فردي من المنتخبات اللي مؤخرا بتبدأ تطلع على الساحة ومنتخبات اللي عاملين ثورة فيه أو 14 لعب أعتقد موليد أوروبا ومسترفين بلعبه في أوروبا منتخب شوية مش أفريقي منتخب شوية القاوم الأساسي وأنا شايف أنه فعلا أصعب بالموزنبيق بمرحل لكن منتخب موزنبيق يعني لما نيجي نخوض في الحديث عن منتخب موزنبيق فهو منتخب لا يمتلك لعيبة مؤثرين ولا يمتلك لعيبة بتلعب في دوريات كبيرة حتى كان رينان لوندي اللي كان بتاع أوليليندو بتاع أتليتكو مدريد حاليا مش متواجد مع المجموعة الحالية في بطولة أمم أفريقيا موقفه مش واضح من المشاركة بسبب الإصابة معظم اللعيبة اللي موجودين في منتخب موزنبيق حاليا لعيبة بتلعب في دوريات درجة تانية ومدوري الأزربيجاني الدوري البرتغالي الدوري الجنوب أفريقي معظمهم مش فأندية كبيرة في أوروبا بس عندهم لعب أنا بس يعني بردت بورقي فيما تعلق بماتش وموزنبيق عندهم لعب أعتقد قيمته التسويقية 16 مليون 16 مليون يورو أكيد ريناندو اللي هو آآ رينالدو ريناندو هو بتاع أتليتكو مدريد بس ريناندو مش متأكد مشاركته هو في التشكيل حتى قبل ما ندخل هاوها مش موجود في المسكوار الأساسي في التشكيل الأساسي وفي كان كلام إنهم ما يقدرش يكمل بطولة الأخيرة يعني ما يقدرش يلعب أي ماتش في بطولة بسبب الإصابة اللي كانت عنده وكمان ريناندو يعني ما بيلعبش مع أكلتكو مدريد اللي بيلعبه في مكانه هم ريكلمي وصابول اللي اتنين اللي بيلعبه حاليا في ريناندريد لأنه هو جناح شمال أو باك شمال فبجانب كده كمان هو كمان منتخب موزنبيق نحن كنا نعرف عنه حاجة غير عن طريق لو اسم كيسوني ومن كيسوني مش في القايمة فمعظم الفرقة اللي موجودة دي لما انت شفت يعني بخاف أنا من المتشاط تعرف أنا ابتدأت الحلقة أنه يعني جمهور الكرة على أقل في مصر هنا مستني يشوف منتخب مصر النسخة اللي بتكشر عن أنيابها يعني الجيل ده محير إلى حد كبير كنت بقارن يعني لو بصينا 20-23 هم هم نفس الولاد هي هي نفس الأسماء هو هو يعني نفس الوشوش هل منتخب مصر اللي كسب بلجيكا هو هو نفسه منتخب مصر اللي خسر من كوريا هل منتخب مصر اللي لعب مطش كبير قدام الجزائر وجزائر سرقت منه تعادل في الدهال الأخيرة وهو بيلعب ناقص واحد طول من الشوط الأول هو هو المنتخب اللي خسر قدام أسيوبيا بنتيجة اتنين فالمطشاط السهلة وتونس بس أقول تونس ليها ظروفها وتوقيتها كانت في بداية سيزن نسا اللعيبة ما خدتش يعني ممكن تبقى استثناء لكن في النهاية أنت قدام منتخبات كبيرة تقدر تظهر بالشكل الحقيقي للكورة المصرية قدام منتخبات يعني أقل ممكن تبقى أقل منك والمساحبات بينك وبينهم بعيدة جدا بتلاقي مفاجأة لما كانش حد يتوقعها هي لأو دايما كان فيه كلام بيتقال إن منتخب مصر طول ما هو مرشح للقب مش هيحقق اللقب طول ما منتخب مصر غير مرشح للقب هيحقق اللقب لو نسترجع طبعا تصريح راحل محمود الجوهري في 1998 لكن راح لمركز 13 من 16 فرقة راح جاب اللقب ورجع 2006 عشان كانت على ملعبنا طبعا فرقت معنا ولكن كنا بنلعب منتخبات كان منتخبات قيلة جدا زي كاميرا أو كوديفور في الوقت ده كانوا في مجموعتنا والمجموعة بتاعتنا كان كوديفور وليبيا والمغرب منهم اتنين أساسا معرفناش نكسومهم في تصفيق كاس العالم كسبت الفرقتين وطبعا تعدلت مع المغرب التعادل الشهية 2008 أفضل نسخة لمنتخب مصر في تاريخ البطولة 2008 اللي كانت في غانا 2010 نفس الكلام سيطرت في الوقت اللي ما كنتش الناس بترشحك إن كانت تاخد اللقب وخدتها على حساب العتولة يعني بالضبط انت خدت 2006 على حساب كوديفور أعظم أجيال كوديفور خدتها 2008 على حساب كاميرون في غانا وخدتها 2010 على حساب غانا في أمبولة فانت عدت يعني على يعني كانت بطلة العلم للشباب قبل سنة في مصر فانت عدت على يعني ما خدتهاش على حساب منتخب يعني نص نص خدتها على حساب عتولة قلعة أفريقيا ومش بس العتول أنا مش بكلم على اسم المنتخب مش بكلم على غانا وكاميرون وكوديفور أنا بكلم عليك على أجيال دي حقيقة استثنائية في تاريخ القوة العوز حقيقة لك أنت تخيل أن دريد رجبة واحد من أعظم لعيبي كوديفور محققش لقب كاسقهم أفريقيا طوال حياته وكانت عقدته منتخب مصر يعني سبب 2008 أو 2006 احنا السبب أنه محققش لقب 2010 كان منتخب الجزائر هم اللي كانوا خرجوهم لكن زي ما قلت لك لو جينا بصينا كمان لبطولة السنة اللي فاتت يحمد 2021 دي احنا بدئين بداي كارسية في مطش نيجيريا سواء مطش لعب ومنتخب مصر في العشرة السنين ويتحمل مسؤوليتك كارلوس كيروش كارلوس كيروش هو أعادت دفة فعلا بعد من أول مباراة كوديفور يعني إذا في المطش دا قالك منتخب مصر من بدري بدري كده يحط شنطته في الطيارة وراجع على طولة وحتى المطشور بتاعت المجموعات سواء مباراة سودان أو غينيا احنا ما كناش منقدم المستوى اللي هو محمد عبد المرحم أنقذنا قدام السودان محمد صلاح قدام غينيا الفوز على منتخب المغرب اللي بعدها بسنة كان رابع العالم والتخطي على منتخب الكاميرون اللي كان كل الناس بتكلم النصام والإيته جايب البطولة للكاميرون عشان المنتخب الكاميرون اللي ياخدها يدير لنا نتخطاه ولولو رقلات الترجيح قدام السنغار طيب خلينا نشوف تاريخ مواجهات مصر والمنتخب موزنبيق حقيقة يمكن يعني فيه ناس كانت بتتكلم في قصة أنه منتخب موزنبيق واحد من الأوجه الحاجات اللي تدعو للتفاول لأنه فيه ألقاب كتيرة جدا أبن أو فيه بطولات أبن فيها موزنبيق في دور المجموعات كانت النهاية تتويج مصر طبعا ده مندعي التفاول لكن مالوش علاقة على عرض الواقع لكن تعالوا نشوف تاريخ مواجهات مصر وموزنبيق ونستعرضها مع نادر خمس مواجهات نادر ولا خسارة ولا تعادر منتخب مصر متفاق كاسح خمس مواجهات خمس انتصارات منه نتيجة 2-0 قرأت أربع مرات ونتيجة 1-0 حصلت مرة واحدة دور المجموعات 86 قدرنا أننا نفوز عليهم في قوم أفريقيا وحصلنا على البطول نفس الكلام في 1998 بوركينا فاسو وفوزنا باللقاب تحت قيادة الكابتن الراحل محمود الجهري وفي 2010 قسبناهم برضو 2-0 في الوقت اللي كان منتخب مصر بلعب المبارادي بعدد كبير من اللعيبة الاحتياطية ما كانش بلعب اللعيبة الأساسيين في الوقت ده وقدرنا أننا نفوز برضو عليهم تنسف وفوزنا باللقب البطولة برضو نفوزنا باللقب تعانجول على حسابه كده يمكن هي مبدأ التفاؤل المرضين الثانيين كانوا في تصفيات كاس العالم تصفيات كاس العالم 2014 مع بوب رادلي صحيح طب نستعرض معك تشكيل منتخب مصر حسب المعلومات اللي جات لنا من أبيتجان طبعا النهاردة دوي فيتوريا بيراهن على تشكيلة مختلفة شوية عن تشكيلة يعني نسبيا طبعا القوام الأساسي يمكن يكون هو هو لكن قوى الرهان النهاردة على في حرص المرمع محمد الشناوي هيلعب في خط الظاهر محمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي هيبدأ المباراة خط النص هيكون عندنا محمد النني ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وفيه السلاسي الأمامي هيراهن على صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد السلام محمد التشكيل يعني ما فيش اختلاف كتير عن مباراة تنزانيا بس زي ما انت قلت يا أحمد التغييرات اللي هي كانت محمد هاني أساسي ما كان عمر كمال ومحمد شناء طبعا بطبيعة الحال وكل كان عارف حاجة زي كنا أنه يكون لعب أساسي وسلاسي وسط الملعب بحمدي ونني أزيزو بعدم وجود إمام أو هاجي للطريقة وهاجي للتوظيف لكن خليني أبدأ معاك طبعا التشكيل الأساسي أنا عايز أقول بس أن رينالدو طلع أساسي طبعا رينالدو طلع أساسي طبعا يعني برضو تعرفنا بيهم كده رينالدو اللي هو رقم 15 رينالدو 15 طبعا رقم 15 ده بيع فأتلتكم أتلتكم مدريد طيب إينان سولاني ده حارس المرمى إلياس بلينبي إدميل سندوف ستانلي راتيفو أي حد حرب بتوقفني عند الاسم أو حطت نقطة ضعف أو نقطة قوة ممكن نستعرض ده معاك دومينغوس مكادانزا أو مكا مكا مكانزا مكانزا رينالدو طبعا ماندافا ده اللي كان بيكلم عليه نادر من شوية وده يمكن يكون من حيث القيمة التسويقية أعلى لعبي فريق منتخب موزنبيق 16 مليون يورو ألفونسو أمادي إديسون ستوي جيلدو أو جيلدو فيلانكولوس وويتنس كوامبو ريكاردو جيماريش يعني ممكن يعني جيلدو ده واحد من اللعيبة هو جناح يمين واحد من اللعيبة اللي يعقد عليه من منتخب موزنبيق من ناحية التحاولات لأنه أكيد فريق منتخب موزنبيق مش هيفتح الملعب يعني وده منتخب مصر فهيلعب على التحاولات بشكل أكبر وأعتقد أن جيلدو كده هيلعب هو الجناح اليمين والناحية التانية هيكون رينالدو اتنين من اللعيبة اللي عندهم سرعات لأنه جيلدو شفت لي بس عائلات سريع قبل كده لعيب كان مرشح أصلاً أنه هو كان يروح أتلتك مدريد برضو وبلع في الدور الأسباني درجة تانية فريق اسمه تشفاز تقريباً كان مرشح أنه راح أتلتك مدريد ورينالدو هو دول الأبرز اللعيب اللي ممكن يكون يشكله خطورة على منتخب مصر وين كنت شايفين المباراة في المتناول جداً طيب الرهانة على التشكيلة اللي اختارها أو اللي اعلن عنها وصعدناها ما حضراتكم مكلمنا فيها على نادر من ناحية التوظيف ومن ناحية الواجبات سيناريوهات المطش النهاردة والأوراق اللي ممكن تكون موجودة على الدكة عندها الحضرة أنها تغير في أحداث المباراة لو احتاجنا لده هنتكلم في دمع نادر ضفنا النهاردة في سادسة لكن بعد الفاصل بيقول أنه خبرة منتخب مصر وشخصيته في البطولات المجمعة بتظهر بشكل كبير جداً خصوصاً لما تكون بتتكلم على مستوى الحدث بالنسبة على أهل في مصر هنا هو الحدث الأهم على مستوى قارة أفريقية هو بطولة الأمم الأفريقية لتختلف عن أي بطولة مجمعة سواء كانت بطولة عربية بقى سواء كانت بطولة كاس قارات لكن في النهاية منتخب مصر على مستوى الأرقام هو الأفضل على مستوى القارة لكن ده ما ينكرش أنه أو ما يغيرش من فكرة أنه الولاد عندنا حقيقة لظروف خارجة عن أرادتهم ناقصهم الخبرة دي هل من الممكن أنه يعوضه وخصوصا لما نيجي نبص الأرقام المشاركات هنلاقي أنه أربع لعبين بس في منتخب مصر تجاوز عدد مشاركتهم رقم 15 هم تحديدا أحمد حجازي 15 مباراة في أمم أفريقيا محمد النني 15 مباراة تريزيجي وصلاح 17 مباراة العلامة الكاملة الرصيد جاي من 6 مباريات في نسخة الجابون 2017 النسخة اللي وصلنا فيها للنهاية قدام الكاميرون 2019 بطولة استضافتها مصر وخرجنا قدام جنوب أفريقيا أربع مباراة وسبع مباراة في النسخة الأخيرة لاستضافتها الكاميرون وصلنا فيها للنهاية قدام السنغال واللأسف ما كانش الحظ يعني أو ضربات الترجيح حسن متلقى قبل صلاح السنغال نهاردة نتكلم على أنه حجازي وتريزيجي ودنيني وصلاح هم أصحاب الخبرة والفروقات ما بينهم وما بين اللعيبة التانية كبيرة جدا يعني الأقرب لعب ممكن تلاقيه هتلاقي مثلاً محمد شناوي 8 الضعف الفرق ما بينه ما بين حجازي مثلاً اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو بما أنه كان بيبدأ يشارك بشكل أساسي طولة 2019 كانت 2017 إصابات شناوي وإصابات إكرامي فأدى إلى أن عصام الحاضر هو اللي استكمل البطولة والبطولة الأخرانية برضو هو ما كملهاش لأنه أصيب وكمل فيها بو جبل وأصيب في كودي فار لعبنا المغرب ولعبنا الكامل من وسنغال ببو جبل في البطولة دي بو جبل الأربعة ماتشاط منهم ثلاثة أساساً البطولة اللي فاتت اللي فاتت على طول صبحي مشاركة واحدة الشناي ومشاركة واحدة كانت أمام كودي فار معظم باقي يعني باقي اللعيب علي جابر طبعاً الست ماتشاط دول ممكن يكونوا في بطولة 2017 2017 اللي كان مجلع فيها أساس جنب حجازي باقي اللعيب يعني أحمد حجاز طبعاً هو أكثر اللعبين خبرة والله يا عبد المنعم يتحسب له برضو أنه يعني سبع ماتشاط طبعاً يعني البطولة اللي فاتت محمد عبد المنعم يعتبر من حيثه لندري ولا نحتسب وهو كان جاي أنا فاكر عبد المنعم لما نضم أصلاً يحمد للبطولة هو كان في بطولة العرب اللي كانت قبلها بكم شهر وكانت بنعب في قطر بطولة كاس العرب وقتها كان أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي مزبود المنعم كانوا منضمين في نفس الوقت وكان التفديل بشكل أكبر كان لأحمد ياسين الكصة كلها أن محمد عبد المنعم تقلقه مع فيوتشر ولما نضم للمعسكر حسم القصة أن محمد عبد المنعم هو الله ينضم تشاء الأقدار لأنه هو لعيب عنده من الخبرات ما تكفي وهو لعيب شاب وعنده من الإمكانيات اللي مش موجودة عند لعيبة كتير عندها خبرات موجودين حالياً في قائمة منتخب مصر لعيب انضم لبطولة أفريقيا 2021 لعب أول مباراة بك يمين بعد ما أكرم توفيق تصاب لعب هو بك رايت والمباراة اللي بعدها عدل كيروش القصة ولعب بعمر كمال هو لبك رايت ولعب بيه هو ما الساك لأن إحجازي نفسه تصاب تصاب المباراة اللي بعدها الوينش تصاب فبدأ بيغطي هو اللعيبة اللي كان بتتصاب ومع ذلك لبا الوينش رجع قدر أنه يلعب أساسي الحد للمباراة الأخيرة عشان يقدم يعني بطولة ملحبية لمحمد عبد المنعم كمان لما تقارن أنه لعب زي محمد عبد المنعم بشوار الدولي بدأ من النسخة دي نسخة الأخيرة للي كان في 21 ونلاقي أنه فيه لعيبة كتير في النسخة الحالية بيشاركوا الأول مرة أمم أفريقيا تتكلم على سبع لعيبة مهمين جدا في كل الخطوط ومؤسرين ونتمنى لهم التوفيق طبعا في المنتخب لكن بيغيب بيغيب عنهم عامل الخبرة نتكلم مع المنتخب طبعا كلهم أصحاب خبرات كبيرة جدا مع منتخب مصر ومع عندياتهم لكن على مستوى دي تعتبر أول مشاركة بالنسبة لهم بنتكلم على محمد حمدي زهير عيسر منتخب مصر بنتكلم على محمد هامي الزهير الأيمن بنتكلم على ياسر إبراهيم المدافع بنتكلم على مروان عطية لعب خط النص بنتكلم على محمود حمادة أيضا خط النص بنتكلم على مصطفى فتحي الجناح اليمين وأيضا أحمد سامي مدافع المنتحب كل دول أو السبع أسماء دول أول مرة ده ما قالتش طبعا أبدا من إمكانياتهم وفيهم لعيبة وماذا فيهم لعيبة تحطهم منت مغمى التشكيل الأساسي منتخب منهم لعيبة هتلعب النهاردة قدام مزنبيق تشكيل الأساسي لكن دي تعتبر أول مشاركة لهم في أمم أفريقيا أول مشاركة يعني أول مشاركة دي يعني تخلينا نرجع إلى 2010 ونفتكر اللي حصل ساعة جده محمد ناجل جده ظاهرة محمد ناجل جده اللي كان أفضل بديل في عالم كرة القدم في الوقت اللي كان فيه وقتها كابتن حسن شحاتة قرر أنه يضم جده في الوقت اللي محمد حمص كان في القايمة وإحمد حسان ميدو كان في القايمة ما ضمش اللي اتنين وضم جده وكان الإعلام كله بيهجمه وشوفنا جده عمل إيه في البطولة وكانت أول بطولة والوحيدة للعيبها لأن جده بعدها منتخب مصر لم يتأهل لأمم أفريقيا فجده ما شاركش في البطولة تاني لكن كان البطولة هي فعلا أول بطولة لي ولكن أقدم زي ما قلتلك بطولة ملحمية نفس الكلام لو نرجع لبطولة ألفين وصفين كان أفضل بديل وكهدف البطولة وكهدف البطولة هو اللعيب الهدف خمس هدف ستة مدرات هو اللي جاب اللقب يعني اللي جاب اللقب هو جده نازل في الديها خمسة وستين جاب هدف ديها واحد وتمانين قدام غانا وهم حرفيا بيتين عندنا في منطقة جزاءنا على مدار المباراة كلها لكن زي ما قلتلك القصة كلها الخبرات دي بتكتسبها في الماتشاط دايما الأداء بتاع المنتخبات أو بتاع اللعيبة في الماتشاط اللي بتتلعب في بطولات مجمعة بيبقى تصعودي بيبدأ يكتسب بالخبرات وبيبدأ أنه يطور من أداءه بيبدأ أنه خلاص الموضوع بقى عنده ثقة في نفسه ما بيفرقش معاه ده بدليل أن محمد عبد المنعم السنة اللي فاتت مثلا لأنه هو لداخل شوت ضربة الجزاء قدام الكاميرون وهو لسه أول بطولة أول سنة أول سنة أول أفريقيا ونفس اللي حصل مع مهند لاشين واللي تنسجله لكن لسؤول حظ ضيعه قدام السنغال شايف أنه النهاردة بيفكر فيتوريا في أنه ما يرميش بكل أوراقه أو فكرة أنه البطولة من الوارد طبعا كل منتخبات اللي راح هتنفس على اللقب عنها هتتابع النهاردة مبارات منتخب مصر هتحاول تعرف أو تحفظ السلوب وطريقة لعب فيتوريا هل فيتوريا بيران على أنه ما يكشفش كل أوراقه سواء من ناحية الأسماء أو من ناحية طريقة اللعب ولا على العكس سماما مطلوب منه يبعط رسالة للكل أنه مصر أنا أعتقد زي ما قلت لك من البداية أن مبارات موزمبيك هي يعني إحنا لو مكسبناش 2-3-0 ده يعني أنت لازم تبدأ البطولة أربعة مثلا أربعة أنا عارف من أبراهن أنت على أربعة هي أربعة فعلا ده أنت يبقى أنت كده بترمي رسالة كده اللي هو في أول أول 3 مطش في البطولة أول مطش لمنتخب مصر لكل المنافسين اللي هو أنا جاي فعلا لشانا حقا نفتكر في 2010 نيجيريا كانت كسبنا مصر 1-0 عن طريق أولاسي ده نحن نكسب 3-1 على منتخب نيجيريا الجيل اللي كان بيلعب السنة اللي قبلها سيمي فاينال أولمبييات أو السنة اللي قبل اللي قبلها لكن نزلنا غاية النهاردة بنعض أصابع ندم أنه النسخة دي من منتخب مصر وستشكاس عالي حقيقة أنا دايما في أي مرة بتكلم عن المنتخب ده بقولوا أن المنتخب ده كان قادر على أنه يعمل اللي عمله المغرب في 2022 في نسخة 2010 لو كان شارك فيها بطولة جنوب أفريك لأن الجيل فعلا لو جينا بسطين على منتخب الجزائر نفسه لما صعد مكان منتخب مصر المجموعة نفسها كانت سهلة جدا أمريكا إنجلترا كان إنجلترا أصعبهم يعني أمريكا إنجلترا كان سولوفاكيا والطريق بتاعنا كان هيبقى مش بالصعوبة وغير كده عندك اللعيبة نفسها كانت تستحق ده ولكن للأسف يعني هو نسخة متكاملة في كل الخطوط يعني اللي قاعد على الدكة واللي جوه الملعب يعني تحتار تقاعد مين وتلعب مين نسخة 22 يا نادر شايفها أقرب نسخة للجيل ده يعني من حيث كواليتي اللعيبة والأسماء والوفرة في كل الخطوط لا نسخة 23 البطولة دي نسخة 23 بس هي نسخة 23 النسخة دي نسخة منتخب مصفل في البطولة دي أقرب نسخة لنسخة 2006 2008 2010 يعني أعتقد لو هنقارن بالنسخ اللي فاتت فعلا كلها فالنسخة اللي وصلت كاس عالم أساسا أضعف من النسخة دي النسخة دي اللعيبة نفسها أنت مكنش عندك محمد صلاح ما كانش بالقوة لأ كانت لسه رايح ليفر بول ما كملش 6 شهور لكن مش بالقوة دي مصطفى محمد في نص الملعب عندك ترسانة في نص الملعب بتفكر مرموش ما كانش بحالة تقلم لتريزي جي ما كانش بحالة تريزي جي كان ساعتها بلعب في قاسم باشا أو مسكرون البلجيكي لكن ما كانش عندك كمان زيزو ما كانش وصل للفورمة زيزو بالزبط ما كانش ظهر لا 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 مرموان عطية كان لعيبة اللي اللي لوقت مؤسرين حمد فتحي نفس الكلام كنت لو لاحزت يا أحمد البطولة دي التصفيات دي احنا لعبنا مبارات الكهونغ واصلا باربع لعيبة كانت في التشكيل الاساسي ما راحوش كاس العالم اصلا مع منتخب مصر أبرزهم كان درامي ربيعة وصالح جمعة ما راحوش اساسة ما لعبوش مطول الكاس العالم مع منتخب مصر رحمة حسن كوك ثلاثة كانوا أسيين وما لعبوش البطولة بتاعة كاس العالم مع الاحترام طبعا للعيبة القصة مش بنقلل من كوالة حد أو بنقلل من كانيات حد بسيق القصة ان هنا لما تيجي تبص على اللعيبة دي وأرقامهم وقد إيه هم مؤثرين مع الفرق بتاعتهم أصلا سواء على المستوى المحلي أو اللعيبة المحترفة المصرية حاليا انت حاليا بتمر بأفضل لحظات اللعيبة المحترفين في تاريخ الكرة المصرية مش علشان محمد صلاح بيصنع المجد في ليفر بول ولكن لما هتيجي تشوف اللعيبة التانية انه محمد صلاح هو مصدر قوة المنتخب يعني فيه فيه أوقات كتير جدا كان مدربين زي هكتور كوبر زي كارلوس كيروش زي بعض حتى المدربين المصرين تقولوا المشؤولية بيرهنوا دايما على انه محمد صلاح هو اللي يصنع الفارق النهاردة لا انت عندك في المنتخب أوراق كتيرة جدا ممكن تكون مفاتيح لعب وتكاد تكون الكفة متوازنة بين كل الخطوط عندك في كل خط من الخطوط لعيبة على أعلى مستوى بالتالي ما بقاش منتخب اللعب الواحد دي حقيق دليل اللي انت بتقوله يا أحمد ان هدف منتخب مصر مع روي فيتوريا هو محمد حسن تريزي جي أصلاً مش محمد صلاح تريزي جي بيقدم مستويات خيالية مع فيتوريا من وقت ما ميسك صوت في التصفيات في المنشاط الهداية حمدي فتحي تالت الهدفين مع فيتوريا من ساعة ما وصل بيسجل أهداف بالراس وده يمكن يكون سبب أساسي في ان حمدي فتحي شارك النهاردة وانه ماش والنهاردة حمدي والنيني وزيزو حمدي والنيني وزيزو نيني لان هو عايز الناس كتير ممكن تتكلم ان انني مش بيشارك بشكل مستمر مع فريق أرسنل في بطولة الدور الإنجليزي او في البطولات المختلفة مع الفريق مع ميكيل أرتيتا ولكن الفكرة هنا في لعيبة كده اللي هو انا كده كده شارك مع الفرقة بتاعت بس انا ضامن مركزي أساسي مع المنتخب صحيح محمد انني واحد من اللعيبة ويمكن مواجهة فريق زي موزنبيك انت محتاج لعيب واحد ارتكاز واعتقد ان حمدي فتحي يكون ليه أدوار مهمة جدا في الجمهورات النهاردة لان انت بتكلم في الفريق هيجي لعبك متكتل بنسبة 100% هيحاول يطلع بنقطة ففكرة وجود حمدي فتحي هيحرر هو وزيزو هيحرروا المهاجمين بشكل أكبر هيسرقوا عين المدافعين مصطفى محمد مش عايزين امم افريكا 2021 والاعتماد ان احنا بنعتمد على مهاجم محطة ويوسع مساحات احنا عايزين يجيب اهداف صحيح نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر توقعاتي النهاردة لو هدف مبكر هنستمتع بعرض رائع لمنتخب مصر ان شاء الله وتوقع نتيجة كبيرة ان شاء الله بشكراك نادر شكرا جزيلا كل التمانيات لمنتخبنا الوطني بالتوفيق وادعوكم بقى للاستمتاع بالمباراة والسامة أنا مندل بمتابعة منتخبنا الوطني في أولى مبارياته في أمم إفريق تحية لكم